يا اهل وسلام بكم احبا في الله تفسير رؤية الحمل في المنام من اغرب الرؤى اللي انت قد تشوفها في منامك لان رؤية الحمل في المنام بتدل على ضيق بتدل على هموم ربما شاكل المتزوجة دي او البنت وقع فيها العزباء ربما تدل على مشاكل خفية اصلا ما حدش يعرفة وبتحاول تدريها عن الناس ربما تدل على حديث نفس موضوع مهم كده ان عايزك تركز في الدهية المعدودة دي لان الموضوع في غاية الاهمية بس ابلا نخش في تفاصيل الفيديو عايزك تدوس لايك عشان الفيديو بتعني يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس دوس تلايك دوس تلايك رؤية الحمل في المنام بتدل على ان الفتاة او المتزوجة ربما ان هي واقع في مشاكل ربما ان هي في عرف حد في الخفاء والحد ده هيجيب لها المشاكل مش هيجوزها وكل ما في الامر ان هو بيدحك عليها بيضيع وقت معاها بيقول لها انت انت حياتي انت عمري لكن هو في الحقيقة ما فيش اي نية لي ان هو يكوز خالص وهي مثلا مخبية للامر ده عن اهلها عن عائلتها تماما فبمجرد ما بتشوف رؤية زي كده ان هي حامل في المنام تعرف ان هي الشخص اللي مرتبطة به ده مش هيجي من وراها اي خير خالص تحاول ان هي تقطع لقمها نهائيا لان الشخص ده من الرابع المستحيلات ان هو هيرتبط بها ربما ايضا فتاة وشافت ان هي حامل ربما ان هي ايضا عندها مشاكل في العمل بتاعها ربما ان عندها هموم في العمل بتاعها بعض الصدقات او بعض الاصحاب لها بيحاولوا يؤذوها في العمل بتاعها فهي حاسة بهموم وحاسة بضيق وحاسة بقرب مجرد ما بتشوف رؤية زي كده تحاول تصالح لقمها وبين الاشخاص دول او ان هي تبعد عنهم اذا كانوا هيسببولها المشاكل او الضيق في حياتها وفي العمل بتاعها ربما انسانة متزوجة بتشوف ان هي حامل في المنام لو المتزوجة بقى شافت ان هي حامل في المنام ربما حديث نفس ان هي متعلقة بموضوع الحامل وبقالها مسلا اكتر من سنة او اي ان كان الوقت اللي هي في دمخل الفكرة الحامل اصلا وينفسها تحمل حاملتها بتتكلم على الحامل جوزها يقول لها امتى هتحملي فهي مشغلة بالموضوع يعني من كتر ما بتفكر فيه حلمة او حلمة في المنام ان هي حامل وده طبعا ملوش اي تفسير ده عبارة عن انعكاس للضغطات اللي في حياتها او كتر تتعلق بالموضوع الحمل او فكرة الحمل ربما ان واحدة متزوجة تعرف واحد في الخفاء من ورا جوزها الشخص ده بيقول لها انت انت جوهرة انت وربما الشخص ده اصلا مش متجوز او متزوج وبيقول لها انت اخسارة في جوزك انت جوهرة انت مفيش زيك اه فاتفاضي مالك زعلان ليه وكلمة في كلمة في كلمة لغاية ما بيرسله بعض على اي اي وسائل الاتصال سواء اه في او التليفون فبمجرد ما بتشوف رويا زي كده تحاول تقطع على قطب الشخص ده نهائيا لان الشخص ده مش هيجي من وراه اي خير ومش عايز اقسم لك او اا اكد لك اختي ان الشخص ده لو انت مراته مش هيقول لك الكلام ده خالص بس هو سبحان الله يعني الشيطان بيحلي الحاجة الحرام في عينين اه صعبها فلازم بمجرد ما تشوف رويا زي كده تنتبهي وتقضي حذرك كويس جدا لربما الشخص ده هيسبب لك مشاكل في حياتك وقد اه يسبب لك هموم تفقد بيها زوجك او اه تنفصل عن زوجك برضو اه الست الحامل او اللي البنت شافت ان هي حامل في الشهر السابع او في الشهر التامن وهي او شاكت على الولادة تعرف ان دي مش مشكلة او هموم في حياتها والمشكلة او الهموم دي او شاكت على الانتهاء حبا في الله ايضا لو شافت الست او البنت المتزوجة ان هي حامل في ولد تعرف على طول ان ده ان هي هتولد ان شاء الله بنت واذا شافت ان هي حامل في بنت هتولد ولد لان دي اسمها اللي هي الرؤية المعكوسة كما ذكرها شهاب الدين العابر احبا في الله مش اذكركم لو اي حد شاف رؤية متعلقة اه برؤية الحمل او لها علاقة بالحمل او بالولادة ياريت يكتبها لنا في كومنت اسفل فيديو علشان نقدر نفيد بها ناس ثانية وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم قناة مفسر الاحلام توصل لا اكبر قدر ممكن من الناس دومكم في راعة الله وامن وإلى اللقاء في فيديو الاخر والسلام عليكم ورحمة الله